في الجانب الصحي أيضا دشنا مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الساحل الدكتور محمد الجمحي بمعية مدير عام مستشفى المكلة للأمومة والطفولة الدكتورة اتسام عبوذ المعاري ومدير منظمة الصحة العالمية بحضر موت الدكتور علي جعول استلام شحنة كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بدعم من الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر منظمة الصحة العالمية وتشمل الشحنة مستلزمات وأدوات طبية وخلال التدشين أشار الدكتور الجمحي إلى أن الشحنة الطبية التي تقدر قيمتها حوالي 40 ألف دولار جاءت لتعزيز ودعم خدمات الأمومة والطفولة بمستشفى المكلة لتخفيف معاناة المرضى